مساء الخير عليكم جميعاً يا أحلى متتابعين أتمنى أن يصلككم في الفيديو أنتم في أحسن الأحوال بالمناسبة الحلقة 26 من سلسل جرح القلب الإعلان الثاني فكانوا فيها بثاف دي الأحداث شيقة وفيها ما يتقال يعني الناس متحمسين باش يشوفوا الحلقة السلسل المهم بالأحداث ف بالأول فريد كيبقى آآ كتبقى تقول لي هايشة خاصك تصبر بزاف فات الفترة وخاصك تزيد تصبر على هاتشي اللي وقع ماشي سهل وخاصك تصبر مهم فريد كيبال مقلق بزاف على هاتشي اللي وقع لباه في يوم الزفاف ديالو انتقلوا للعائشة كتكون بوحدها وكتقول ما عرفت شكوني غادي يكون سبب في القتل ديالو عمي عدنان هنا كيبالينا يبالينا يامان فهو هانده جاور القصر المهم كيدخلوا عليهم وكيقولوا لهم كتقول لهم هانده أنا من اليوم أنا هي الكنة ديال هات البيت كونشي كيبقى مصدوم فيها وكتقول لهم أنا راندي تزوج في يامان ويامان كيمتقلوا لهم الأب ديالي هو عدنان وتما كونشي كيبقى مصدوم هو كيبقى يشوفوا كام في يامان هو كيقول بكل جرعة ديكالاترا وهو ما كيشوفوا في أمصدومين بزادة لديكالحقيقة اللي يقال لهم وهاز ازاد احتها يا كتبقى تشوف أمصدومة وهنا كتبقى لنا هانده كتبقى تتحقق ووقف هذا يامان وحسين بالانتصار يعني انه مربحوا وحقوا ديكشي اللي كانوا باغيين آآ وفرحانين بزاف ولاخرين كلهم بقوقش وفيهم امصدومين على ديكالهدرة اللي قالوا هنا كان ننصر معكم نهاية الفيديو سالحكم تحالقه شيقة بزاف و انا كان نقول لكم ما تنساوا الشامل وسبسكرايب